انا اريد اش اريد استاذ محمد اريد فت قضية انه يعني الناس نوبات من نتكلم على الاتفاقية الصينية واللي رح نجيز على ذكرها ان شاء الله بالاخير من نقول يا با رهن النفط قضية مو صحيحة لان احنا عدنا امكانية بدون ما نرهن النفط ان نطلب من كل شركات العالم يسوينا اللي بالخيال بدون ما نرهن لكن الناس من تحسوا ياها اكو ناس لانه بزعت من تجربة الحرامية زي ان يقول لك يا با سحنش مستفادية من النفط خلي ياخذونه حتى لو يرهنونه بس المهم خلي يجوني يشتغونه هو الشري الفائدة اللي يرهن لك اللفط هو حرامي والباقيك الان حرامي واللي تريد من عنده ينفد لك مشاريع حرامي اشلون تتأمل منه يسوي لك مشروع رصين لذلك احنا نقف عند قضية رهن النفط ورح نجيز نناقش النفط استاذ محمد النفط ذا قيمة بالنسبة للدولة العراقية لكنه للأسف الشديد المقيمين عليها رخصوا هاي القيمة اضرب لك مثل قصة حقيقية طبعا بسنة 2014 عدنا طلبة ماليزية درسون عراقيين سووا بالقسم الداخلي ايام عاشرة سووا مراسيم مال عاشرة اجت الحكومة الماليزية اعتقلتهم سجنتهم ممنوع اجتهم هذا الشيء ممنوع ما يصير هذا الشيء ورى فترة اجت سفير العراقي هم اعتقلوا ذبوا بالسجن طبعا هاي الف علامة تعجب سفير العراقي تم القاع بالسجن ليش لان احنا دولة غير محترمة لا لا يعني شنو اللي سوا لانه الحكومة الماليزية تعرف من هو هذا السفير هذا لو جاي بنا يبيع لبلبي لو كان يبيع شي اسمه مدري شنو والله شوان تم اعتقال السفير شنو التخمى تخمى انه تجاي يدافع عن هذول هاي شنو يعني هم مرعايا هو المفروض يكون المسؤول عنهم احنا الدول شيخنا الدول تحترم الدول بناء على التقارير اللي توصلها احنا دولة فاشلة فاحنا دولة غير محترمة بالنتيج لكنه النفط يضع عنا قيمة بس احنا هاي القيمة ما مستثمرها مو مثل غيرنا ها مو مثل غيرنا ايه طبعا والتخلي بالك سيد محمد هو النفط يضع قيمة للعراق مو بس النفط يعني اي شيء القيمة المادية تضع قيمة للانسان القيمة الاخلاقية تضع قيمة للانسان القيمة العلمية تضع كله وانت شايف الان اسا احنا الان هذول بعض الزعامات السياسية الفاسدين الان حتى من يروح له بمحفل بناس الناس تحبه على مودة فلوس تستقبله وتهوس له ويعرفونه هو فاسد وحرامي ومأذي الدولة العراقية بس على مودة فلوسه يهوسون له ويستقبلونه فاكوهتي قضايا عموما اسا احنا مو بصدد هذه المشكلة ما ندخل بها ارجع للعقود اجا ورا فترة اجا وزير الخارجية العراقي وراح لماليزيا قال له اولا هذه يعني ممارسة الطقوس هم من حقهم لانه ممارسة الديانات من حق اي طائفة موجودة ليش هذول تبنحهم وقالهم قال له الموضوع ما يقبل المناقش يقلل للوزير للوزير الخارج هبا يمهو شير زيبار يعني لا امو زيبار اذا يام صاحب المدارس في العراق ها 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 هسا نجعله المدارس هسا نجعله ان شاء الله فاش قال له قال له اذا اضل مصر على رأيك وزير خارجية يتكلم مع وزير خارجية اتنا مع محمد نجيب اللي هو رئيس الحكومة الماليزية قال له اذا تبقى مصر على وضعك انا رح الغي الاتفاقية مع الشركة النفطية الماليزية في العراق شوف هاي العبارة سطرة سطرة ايان السادة الحمد تدري تصور نجيب شاية على على الرئيس وزير خارجية قال له انا مستعد امطيك ورقة بياضة ووقع لك عليها تكتب اللي تريده اي طلبات تريدها للعراق او لهذا انا حقق لك يا بس لا تفكر بهذا الموضوع اشتركوا في القناة